إذن منعطف جديد يدخل على الساحة التشريعية مع بدء التعداد السكاني العام في البلاد لعام 2024 التزاما ببنود الدستور التي تنص على تمثيل نائب واحد لكل مائة ألف نسمة الأمر الذي يستدعي زيادة أعداد المقاعد لتلبية احتياجات الشعب العراقية تفاصيل أكثر في تقرير أمير الخفاجي مقعد نيابي لكل مائة ألف نسمة هذا النص الدستوري قد يدخل المشهد السياسي بمنعطف جديد بعد التعداد السكري في لحظة كتابة الدستور كان تقدير عدد سكان العراق يزيد عن 32 مليون وهذا ما يفسر عدد مقاعد البرلمان بـ 329 اليوم تشير التقديرات إلى تجاوز الأربعين مليون نسمة ما يعني أن مقاعد البرلمان يجب أن ترتفع التزاما بالنص الدستوري لكل مقعد مائة ألف نسمة من نفوس العراقين بالتالي إذا كان هناك اليوم العدد المقدر لغاية هذه اللحظة 44 مليون نسمة بالتالي يجب أن يصار إلى تعديل عدد مقاعد البرلمان بـ 440 مقعد في البرلمان الاتحادي ناهيك عن المقاعد في مجالس المحافظات على مستوى الإدارات المحلية ومع النمو السكاني المتواصلي تطالب إدارات عدد من الأقضية بتحويلها إلى محافظات ومثلها أيضا تطالب نواحي بتحويلها إلى أقضية يجري ذلك بينما تسعى الحكومات على تعاقبها لضغط الإنفاق الحكوبي السنوي قد يكون هناك متغيرات أو تقدير موقف تشريعي بهذا الاتجاه وأعتقد سيكون هناك مناقشة سياسية كبيرة بين القوى السياسية إذا حصلت زيادة ملفتة للنظر في عدد سكان العراق وأعتقد اليوم هناك ملفات هي تحكم موضوع لزيادة عدد مجلس النواب العراقي منها الصرف المالي، الأبواب المالية، الأزمات المالية التي تحصل دائما نتائج التعداد السكاني قد تجر معها نتائجا على المستويات السياسية أيضا وليس على مستوى التنمية والتخطيط كزيادة أعضاء البرلمان ففي حالة تطبيق البند الدستوري الخاص به سيعني ارتفاع عدد النواب في الدورة الواحدة إلى أكثر من أربعمائة أما تعديل الدستور فآلياته في غاية الصعوبة من بغداد أمير خفاجي قناة دجلة اشتركوا في القناة